مساء الخير ومساء الفل على كلهم تابعينا في كل مكان وحلقة جديدة برنامجكم سعر يوضي طبعاً غبنا عن حضراتكم الإسبوع الماضي أكيد لظروف خارجة ويتم تعديل موعد البرنامج إن شاء الله معنا أخبار كثيرة جداً وتعمت الظهور في هذا التوقيت بعد أحداث كثيرة على مستوى الصعيد الرياضي طبعاً وإيه الفن كمان كان لزمن علينا أن نحن نكون مواجبين هذه الظروف طبعاً اشتقت لحضراتكم جداً وحشني جداً النقاش مع حضراتكم وعلى صفحتي على السوشيال ميديا كان دايماً الناس بتتكلم حبة أنها تعرف المعلومة من أهل المعلومة يمكن غياب بعض البرامج الرياضية وأيضاً الناس اللي بحبة أنها تعرف معلومات عن الأندية والأكتاب والقرى المصرية كان لزمن علينا أن نحن دايماً نكون متواصلين بشكل كبير وكنت متعمل أظهر في هذا التوقيت عشان أتكلم في أكثر من الموضوع مش أنف عبدأ حلقتي قبل أي شيء إلا وهتكلم عن نجم نادي زمالك واللعب طبعاً اللي قصر قلوبنا الفترة الأخيرة مصرية لعيب لم يختلف على أخلاق أحد سواء من جمهور الزمالك طبعاً اللي بينتمي ليه اللاعب أو حتى من جمهور الأندية الأخرى سواء إذا كان أهلي أو إسماعيلية أو أي أندية كل الأندية المصرية والمشجعين اكتموا على أخلاق هذا اللاعب لعيب طبعاً محترم جداً وفاته المنية طبعاً في ظروف غمضة يمكن كل دا ما كناش نعرف حقيقة هذه الأمور أو هل هو كان مريض أو تعبان الموضوع جيء مباغت وفجأة ودائماً بنقول يا جماعة في الحياة العملية دائماً الناس بتغيب عن عينينا بوظبن عننا بنتمنى دائماً الناس تكون قريبة من بعضها يمكن أنا نزلت استهجان بعض الشيء للعيبة الكرة دائماً بنقول لازم يكون فيه وصال حتى لو كان وصال خفيف ما بين لعيبة الكرة وبعضها حتى رؤساء الأندية يعني لو كان لعيب مريض وتم الاستغناء عنه لزروف مرض نتمنى إن دا يظهر للرأي العام حتى يبقى على قل الجمهورة عنده تواصل مع اللعب لو حد بإيده حاجة على قل المعنى وين يساعده شفنا النجم الكبير مؤمن زكريا لما كان بعيداً عن الساحة الموضوع كان مؤثر معنا السياحة بشكل كبير جمهور المصري جمهورة يعني عنده عطاء وجمهور حساس جداً وجمهور دايماً في الخير بتلقي سباء لما كان مؤمن زكريا تعبان الموضوع أثر معنا إجابة بشكل كبير لما الجمهور ذهب لحد بيته ودعمه ووقف جنبه قدي الموضوع فرق معه لقل معنوياً وقدر إن هو يوصل صوته للرأي العام بشكل كبير فغبعاً مننا لاعب ما كناش نعرف حقيقة هذه الأشياء كلها إذا كان يعني ربنا رب يرحمه يعني كان مريض بمرض كبير وما كناش نعرف تم الاستغلاء عنه افتكرنا فني ولكن بعد الوفاء يتقال إن هو كان عنده مرض وملاقاش الرعاية الكافية أو تقصير من بعض زميله أكيد حاجة توجع القلب وأكيد حاجة تأثر بعيد عن الميول بعيد عن الانتماءات أنا بكلمش على زمالكية والواتي والأهلية والأي شيء أنا بتكلم على بني آدم في الأول وفي الآخر مش عارف أبدأ حلقتي وعشان أتكلم فهذا الملف هو ملف مهم جداً ملف بنتكلم على الإنسانيات بصفة عامة مش في الكرة بس في الحقيقة عموماً فكرة الصاحب فكرة البناء آدم اللي وبينك وبينه يعيش ومالح الفترات طويلة وتلاقي غاب عنك فين علاقة عالي وليه تم التقصير مع علاقة عالي في الحياة العملية ولماذا لم يتم الاعتماد عليه حتى على الأقل حتى على الأقل معنى وين اللعبة توصل للنات تكون متواجدة معها أو تصور معها أو تظهر المشكلة اللي الرأي العام الجمهوري دعمه أو ينزله هاشتاجات الكلام ده بيفرق مع اللاعب نفسه بشكل كبير لماذا تكتم على هذه المشكلة طبعاً الله رحمه نقدرش نقول حاجة دلوقتي غير الله رحمه تعالي نشوف هذا الرسائق ونرجع لحضراتكم مرة تانية علاقة عالي في الجنة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هو البعد عن المشكلة وإن إحنا بناءنا نصدر المشكلة بعد نهايتها دايماً أنا بحاول أو دايماً بطالب لما يكون في مشكلة لأي لعب لأي من قدم في الكون حاول تواجه المشكلة في وقتها مش بعدها أنا فين مش هيلزمني التويتات ولا التغريدات ولا حتى هنجيب صور للتعازي واللعيبة اللي راحت زارة اللاعب واللعيبة طبعاً في العزع يعني أكيد من زارته وهو عايش للأسف زارته بعد ما تقف كل الكلام ده موجود ولكن دايماً بتحسس على موضوع إن اللعيبة تكون قريباً بعضها مش بتهم اللعيبة بالتقسير يا جماعة ولكن بقول إن دي حاجة خارج الإطار القروي يا دي حاجة إنسانية بحتة مش عايزيني كل شوية يحصل مشكلة عندنا مؤمن ذاكريا بل كده وربنا سطر بعد كده حصل حاجة كويسة جداً إن الناس كلها التفت حوالي المؤمن ذاكريا وانحمد الله بقى أفضل فعايزين نفضل بهذا الدعم نكمل دعم مع الناس اللي بتحصل لها مشاكل دي حياة ولابد إن احنا نتكتب فيها فيه بعين كويس جداً ظهر من النادي الأهلي أو خرج من النادي الأهلي لحاول وفاة علاء علي حاجة محترمة جداً نقولت لك دلوقتي الموضوع بر أهلي وبر زمالك الموضوع دلوقتي إنساني بحت لما خرج النادي الأهلي اتكلم وأرسى علاء علي قدام للبانية قدام حضراتكم حاجة في منتل احترام وده اللي احنا دايماً بننادد به دايماً بنقول إن في الأزمات الموضوع مالوش علاقة بالمنافسة القروية أصبحت العلاقة علاقة إنسانية بحتة بنا آدم ولاعب لعب مصري مالوش بقى علاقة بالانتماءات فبقى المحترم من النادي محترم النادي عظيم ونادي كبير اسمه النادي الأهلي يرسي لعب معروف من يقوله إنه بيضاء هل دلوقتي هو الأهلي أظهر حجته إنه هو اللاعب ده زمال كاو فمنفعش إنه أنا أرسيه لا طبعاً وأكبر دليل على الكلام ده يا جماعة أني في مشكلة أو في مرض مؤمن زكريا لعبا كبيرة من النادي الزمالك يعني كانت برضو تدعم مؤمن زكريا هذه الحياة اللي احنا عايزينها هو هو ده التناغم الإنسان اللي احنا عايزينه موضوع التعصب القروي ده بقى عايزين بقى موضة ونبطلها حب النادي بتاعك اللي انت عايزه ولكن في حاجات معينة ممنوع الاقتراب منها في المرض وفي الموت طيب عايزين برضو نقول إن النادي الزمالك تدخل بشكل كبير جداً برضو حول هذا الملف وتم اعتماد دخل شهري سابت لأسرة علاء علي طبعاً حاجة محترمة جداً وعلى فكرة عايز أقول لكم إن ده مدى الحياة يعني هو دخل مدى الحياة لأسرة اللاعب علاء علي وتوقع نابة درة برضو محترمة من مستشار مرتضى منصور إنه قرر إنه يكون فيه دخل لأسرة اللاعب وبرضو شيء جيد جداً بنقول بقدر الإمكان بنحاول بقى لما يمكن نحن نلمه بعد ما ايه الموضوع يعني أصبح للأسف ما نقدرش نعمل حاجة إلا إنه ندعم الأسرة طبعاً ده قدامنا المستشار مرتضى منصور على صفحته الشخصية على الفيسبوك بيقرر فيه دعم اللاعب مالياً ودعم أسرة اللاعب طبعاً مالياً وبيقول فيه طبعاً إنه لله وإنه لا يرجعون وأكيد حاجة كانت مؤسرة وفيه عزة إن شاء الله غداً كمان وكان فيه مبارح وعلى مدار سلاسة أيام هيكون فيه عزة طبعاً توفدت اللاعبين وتمنى إن الصورة دي يكون موجودة لعبة نادي الزمالك ولعبة كل اللاعب المصرية راح يتعزي طبعاً أنا متأسف جداً أبدأ حلقتي بفجدان ولكن واشيء لازم إن احنا نتكلم فيها جماعة ورده ده بني أدم فلابد إن احنا نتعلم لابد إن احنا نتعلم في الظروف العصيبة لا ركز وحط زبط حوالي هذه المشكلة عشان ليه قدر يعمل حاجة يعملها مكة تمشي أو كده فعندي صور أيضاً ليه زيارة شيكابالا لزيارة أوباما اللي قدامكم ده جماعة المريض يواسي المتوفي هي ليه معناها المريض مومن زكريا اللاعب طبعاً ربنا يشفيه لعب النادي الأهلي طبعاً اللي عليه ضجة كبيرة جداً في الشهور الماضية حاوله طبعاً مرضه إن شاء الله ربنا يشفيه بإذن الله وبرده تم إظهار المشكلة الرأي العام ولكن متأخرة بعض الشيء زار أسرة اللاعب ويتم برضو أيضاً دعمهم مع القل معنوياً طبعاً قدامنا في الصورة زي ما حرقكم شايفين أيضاً لفيف من اللاعبين ومن أيضاً المدربين شيء أكثر من رائع يعني أكيد مشكورين وطبعاً قدامنا لفيف أيضاً من الجمهور الناس اللي حب أنها تدعم أسرة اللاعب كل الناس كانت متواجدة وكل الناس التفت حوالين أسرة اللاعب طبعاً قدامنا شيكابالا الماجيك وكابتن أحمل عبرقوف مدرب نادي أزمالك كله التف وهم كلهم جيل واحد ولعيبة زملت بعضها في الملعب فأكيد كان شيء هام جداً هخرج برا الملف ده قليلاً جداً ولكن أنا رسلتي بقولها برضو بأكدها وتمنى برضو الرقم يكون زار على شاشة عايز رأيكم نتمنى أن نكون داعمين وقريبين بشكل أكبر من كده مع المشاكل اللي تواجه اللاعبين أو أي إنسان في بلدنا طيب عندي بقى فيديو هام جداً مش هتكلم عليه إلا من بعيد لبعيد لأنه فيديو ما عنديش فيه تعليق كثير حوالينه أو ما عنديش أي ردود أو حجج تتقال حول ملف للأسف الشديد صعب التعقب عليه لأنه هو محاولة فشلة من أجل يعني إظهار الشخصيات من منطلق وجهة نظر اللي بينزل الفيديو لإما عايز فيورز لإما عايز لايكس لإما عايز أي تريند موجوده خلاص فأنا مش هدي للناس دي أكثر من حقها لأنه هو موضوع تافي مع آسف يعني في اللفظه ولكن هو بالحقيقة تافي لأنك حاولت بقدر إمكان تشوي صورة شخص وطبعاً أكيد حضراتكم على مستوى السوشيال ميديا تبيعته هذا الملف لما كن فيه فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يزعم أصحاب هذا الفيديو وإن هو ينتمي أو إن فيديو خاص برئيس نادي الزمالك فطبيعي إن الناس تخش بقى وتتأكد من هذه الأمور ورغم إنه هو باين جداً إنه يعني فيديو لا يليك أصلاً إحنا حتى نفتح هذه الأمور ولكن للأسف الشديد زي التأكيد أيضاً إحنا ندعم حتى اكتفهات مش إحنا اللي هو إحنا كأشخاص عايز أقول الفضول يدعم هذه الأشياء لما يكتب لك عنوان جذاب ويجي يقول لك انظر معرفش إيه أو شاهد كذا تعرفين المصطلحات اللي بتتكتب حوالي هذه الأمور بالأخص لما يقع التواصل الاجتماعي أو اليوتيوب فبيديك مصطلح قوي جداً فبالتالي إنت بتخش بما عندك فضول شوية إن أنت تتفرج على هذه الأمور فبالتالي المشاهدة بتزيد فبالتالي الترند بيعلى فبالتالي فيه ناس بتصدق ولكن اللي يشوف هذا المشهد السيء جداً اللي طبعاً أكيد فيه أمور قانونية هتتاخد حولها اللي بيحاقوا هذه الأمور وبيحاولوا صدرها للرأي العام لكن اللي أنا عايز أؤكد على هذه الأمور إنها أمور عابسة تماماً وخارج المألوف مش بتعودين عليها مش عايز أتكلم كتير حول هذا الملف لأنه ملف حساس ولكن بمنطقة البساطة عايز أقول طبعاً إن ده فيديو فيك تماماً لا ينتمي للواقع بأي صلة واللي بيحاول ينزله قلنا بمنطقة البساطة بيحاول يزود مشاهدات ولكن أكيد قانونياً وقضائياً هيكون فيه رد بفعل أكيد حول اللي بيحاولوا يصدروا هذه المشاكل للرأي العام وبيحاولوا يعملوا يعني زي ما بيقولوا كلام كتير حوالي السوشيال ميديا طيب هتكلم حول موضوع آخر مهم جداً وهو تصريح برضو خلي بالكو الإسبوع اللي فات كان حساس جداً من الملفات بتاعته فبالتالي هنجيب المواضيع من بره هنجيب المواضيع من بره مقدرش أننا أتعمق في المواضيع عشان الأسر اللي بتسمعنا أو علشان حتى احتراماً لأذن المستمع أو المتلقي فمش هقدر أننا أتكلم بشكل قوي عايز أقول لكم أن كابتن مصطفى يونس تصريحه قوي اللي حضركم أكيد عارفين ممكن على السوشيال ميديا نتكلم في الموضوع بأكثر أريحية ولكن أنتوا أكيد عارفين أنا أقصد إيه تصريح برضو كان قوي جداً وفي كلام طلع أنه تم إلغاء عضوية كابتن مصطفى يونس من النادي الأهلي نتيجة لهذا التعليق كابتن مصطفى يونس خرج علينا عند أو في إحدى القنوات وقال أنه لم يقصد النادي الأهلي ولكن التعقيب السليم ويجي نقول برضو لوجهة النظر السليمة حتى لو إذا أنت بتتكلم على الرياضة المصرية عموماً اللفظ نفسه لا يصح لأنك أنت بتتهم فيه أسر أو بتتهم فيه أشخاص فتوقع أنه شيء برضو من الحاجات العالمية على علامات استفهام سواء كان يقصد النادي الكبير النادي الأهلي أو لم يقصده فالنفذ نفسه خارج وكنا برضو نتمنى أنه ما يصدرش للرأي العام طيب معانا شخصية زملكوية جميلة جداً من الشخصيات طبعاً المحببة ليه الجمهور الزملكوي مدام صافي الديب مساء الخير يا فاندم مساء النور أخبر حضرتك إيه الحمد لله تمام طبعاً أقول بقى حاجة صافي الديب طبعاً أكيد حاجة مبرور ربنا يخليك شكراً الله يخليك مدام صافي عايز أخد رأيك في كل هذه المهاترات كلام كتير جداً من إسمعه محاولة تصدير أقويل غير حقيقية سواء لنادي الزمالك أو لرئيس النادي الزمالك تعاقب حضرتك حول هذه الابتزاءات السيئة واللي أكيد لا تمثل الوقع بالصلة رأي حضرتك إيه بسم الله الرحمن الرحيم عايزة بس أبدأ قبل ما اتكلم في الموضوع ده بنانعي اللاعب الأخلوب كابتن علاء علي طبعاً ربنا يرحمه ويغفره يا رب الله يرحمه ويصبر أهله إن شاء الله ونشكر المستشار مرتضى منصور أنه هو هيعمل له عزة في الحمدية السزلية بطرة إن شاء الله وفيه معاش شهري مدى الحياة لأسر الزوجة وأبلاده بارك الله فيه المستشار المرتضى منصور طبعاً بديرة رائعة جداً الإنسانية عنده كل أي حاجة تماماً ده أولاً ثانياً كل ده يا أستاذ الإسلام كلها محاولات فشلة من المجموعة إياهم الممولين المرتشين فلازم بيحاولوا أنهم بيخطوها يا جماعة غير ما يتكلموا ويعملوا بيها وبيطلعوا عمراته وبيطلعوا حكة فلازم يعملوا كده وهمش عارفين ينوروا من المستشار المرتضى منصور أي حاجة فيعملوا يعني فيديو خاسل ومتسبق وكل الناس شاهدوا على مور اللي تعرف مين اللي عمل الفيديو ده ومن اللي أخرجه ومن اللي مموله وانتظر إن شاء الله الأيام اللي جاية في مفاجآت كتير قوي قوي كتير قوي قوي هتعرفوا إزاي المستشار هياخد حقه وحق كل الزمال كوية اللي تهانوا واللي تريع عليهم كل ده انتظروا الأيام القادمة إن شاء الله في مفاجآت كتيرا والله يا مادام صفي برضو عايز أقول لحضرتك على حاجة يعني في سكوت المستشار الناس يعني تتسايد وفي كلام المستشار الناس تتسايد واضح إن فيه ناس أعرى تتسايد سواء في الرد أو عدم الرد يا ده اللي واضح وهم دول الناس دول اللي مش عجبهم أي حاجة مش عجبهم أي حاجة لو تكلم إيه ده وكل يوم بيطلع يتكلم لو ما يتكلمش ما بيطلعش ليه ويتكلم المستشار متكلام يا جماعة المستشار أفعال أفعال وده راجل دولة وله وضعه وعاده في البرلمان أكبر أصوات في البرلمان خدها في دايرة متغام هو المستشار على المستشار الجمهورية كله فأنا مش عارفة هما وبعدين سلك من الشوات الزمارجيون اللي بيطلعوا الوقت يهجموا برضو ومشين مع المجموع إياهم آه مشوا مع الموجة آه واخد بالك ما هما عايزين يشتغلهم في النادي الزمالي ما هما عشان ما فيك لهما كان في النادي الزمالي بيهجموا النادي وبيهجموا المستشار عشان لإما تشغلنا لإما أنا هجمك آه حطينا إذا ما قولوا شروط بيحاول إنهم يفترضوا شروط على مجلس الإدارة آه آه الحاجات ديت مش هتأثر هنا وإحنا كلنا بنحب المستشار والزمالكوة بالملايين وورا المستشار والموضوع ده ما بقش يمس الفيديو ده ما بيمسش المستشار مع أرتدى منصور طبعا يمس رمز من رموز نادي الزمالي ده بيمس رمز نادي الزمالي واللي الراجل أفنى نفسه للدفاع عن نادي الزمالي طبعا وأعلى من شأن الزمالي طبعا يا جماعة الزمالك نادي الوطنية والكرامة ده الشعار أصلي شعار نادي الزمالك الوطنية ثم القرامة طبعا أنا عن نفسي بعتز وأستخر وأتشرف إن رئيس نادينا المستشار مرتضم يمنصوره ويمثني كمزمالكوية هو رجل شريف وراثه مرفوعة في السماء ما فيش حد يكسر عينه وزي ما قلتلك انتظروا المفاجآت القادمة المفاجآت مدوية أنا توقع أكيد أكيد هيكون في رد ولكن الرد دايما مع المستشار بيكون رد زي محرك بتقولي بيتنفذ على طول ما بيكونش الكلام في الهواء بيذكر سيد الإسلام وبقول إن مادام صافي قالتلي الكلام ده أنا كل ثقة في هذا الشأن مادام صافي اديه يعني قد من جروب نادي الزمالك بشكرك شكرا جزيلا على هذه المكالمة طبعا جماعة كل زمالكاوي حقيقي أكيد أكيد مكسور أو متداي أو بيصعب عليه نفسه إن يشوف زمالكاوي للأسف الشديد بيحاولوا إن هم يكونوا ماشيين مع هذه الأمور أو إن حاولوا إن هو يصدروها لرأي العام مفترض إن كل نادي بيقفل على نفسه أبناء النادي هم درع النادي ده المفترض حماية لإسم النادي فلكن اللي إحنا شايفينه فيه فعلا للأسف بعض الجروبات اللي بمفروب تنتمي النادي الزمالك أو أشخاص بيكون فيه تأييد لوجهات نظر مخالفة لمصلحة النادي الزمالك نتمنى كل التوفيق طبعا للنادي الزمالك وكل هذه الملفات بقى تتقفل لمصلحة الكورة المصرية طيب عندي بعض الأخبار لازم أتكلم فيها عايز أقول لكم بس من ضمن الحاجات بقى طريفة نخرج برا يعني الملفات الساخنة قليلا ونتكلم على ملاقاة مصرية يعني خالصة مية في المية المجموعة مش عايز أقول بقى للأسف ولكن المجموعة وقعت المصر البرسعيدي مع نادي بيرامتس مجموعة بيرامتس ونادي المصر البرسعيدي أصبحوا مع بعض في مجموعة واحدة ويكون يعني أكيد منافسة جديدة بشكل جديد كنا دائما متعودين أهلي وزمالك زمالك وأهلي بيكونوا في دور الأبطال أو في المجموعة الأفريقية بيعملوا أجواء أكثر من رائعة ولكن المصري بقوته بجمهريته أكيد عارقته بيقع مع بيرامتس الفريق القوي المدعم مديا بشكل كبير هنشوف طبعا أكيد المجموعة دي هتروح لحد فين معهم كمان رينجرز النجيري ونريبو الموريتاني هنتكلم في كل هذه الملفات بقى ونفتح الأخبار عندما استقبل ضيف العزيز الكابتن أحمر برين في الفقرة التانية انتظرونا ما تروحش في أي حتة تانية بعد الفاصل بانضم ليه صديق العزيز المحلل الرائع جدا نسى مالكاوي بقى الجامل تتأخرت ليه نجم النظر؟ أوه موصلاته لجبت طبعا تكنت متعوجب معنا في الفقرة الأولى كان فيها أكثر من ملف فهم جدا نتكلم تشيء قدام السادة المشاهدين وهو محاولات التشويه اللي شفناها وأيضا ملفات طبعا وفاة النجم الكبير على عليك وكان معنا مدخلة مع الوستاذ صافي ديب أد من جروب نادي الزمالك عايزة أعرف تعقبك الأول قبل ما تكمل في أي شيء شايف الأمور اللي فاتت دي إزاي؟ والله نبدأ بسم الله الرحمن الرحيمة طبعا هضيف على كلامك السادة المستشار المطلوب منصور بيتحارب من سنين إحنا عارفين في مشاكل شخصية وتصفية حسابات الراجل ده أنا عايزة أقول لك أتنسلم أنا مش جاي هنا عشان خاطر أن أنا أمجد في شخص السادة المستشار أحبب نتكلم في حقيقة أن في حاجات كده لا تعقل اللي هو ما تجيش على مزاج الشخص السوي يعني الشخص الفاهم الحاجات دي ما تعديش عليه حاجة سازجة فعلي سازج ما تعرفش يعني أنت عامل كده وأنت عرف أن الشخص نفسه هم مش قدين عليه ده اللي أنا أقدر أقول لك هم مش قدين على شخص السادة المستشار في سكوت المستشار يجي أقول لك هو ساكت ليه لما يتكلم يجي أقول لك ده بطلع كل يوم لأ هو سادة المستشار ساكت لأن الموضوع أصلاً مش مستحق إن هو يتكلم فيه هو هيتكلم فيه يا كابتن إسلام حاجة لا تمرت بأي صلة تماماً لشخص السادة المستشار فعشان كده هم الموضوع بالنسبة له صغير جداً يعني هون إحنا بس عندنا حتة الناس اللي مش فاهمة اللي بتلعب بأقول الناس بتنزل بيديوهات فيك مش مزبوطة فأكيد طبعاً كله بقى بياخدها في اتجاه خاص كل واحد بيصف حسابات من ناحية معينة اتجاه سادة المستشار بس أنا بقول لك والله إحنا كرمز نادي الزمالك ورئيس نادي الزمالك جمهور نادي الزمالك كله في ظهره جمهور الزمالك بيصندق صندق كبيرة جداً وأثبت حب جمهور الزمالك نادي الزمالك أولاً ورمز نادي الزمالك طبعاً رئيس نادي الزمالك ما ينفعش ان اي حد ممكن يوجه له اي شبهة غيرها حقيقية بالمرة طب اقول لك على حاجة من ضمن البوستات اللي لفتت نظري امبرح كان بوست من المستشار محمود العسل قال فيه انه هو زعلان جداً لعدم التفاف الاعلام الزمالكوي وفيه فعلاً يا كابتن انا زمالك قليلاً يعني قليلة جداً تفسر ده بايه اهو شيء مؤسف طبعاً يا كابتن انا شايف فيه ناس قاعدة بتتفرج يعني فيه ناس لسه انت مجرد بتفكر انت اصلاً حتى موقف زي كده ما تفكرش انت عارب الشخص نفسه انت بتفكر في ايه وتاخد وقتك ليه ومستخبل ايه انا لو فيه اي حد عنده حاجة يوجه كذا مرة يطلع يتكلم يقول لو راجل اللي ماسك عليها حاجة يتكلم الراجل يتكلم فين الراجل يتكلم محدش هده يتكلم هنرجع تاني للملف دوت ولكن عندي بقى ايه ملف هام جداً وفرقتين اليوم حق كبير جداً عينا المصر البورسعيدي طبعاً الحريق العظيم ونادي بيراميتس اللي وقعوا مع بعض في مجموعة واحدة وكان معهم رينجورز ايضاً والنريبو المورتاني ملف مهم جداً ولكن المخرج بست ازاني نطلع فاصل سريع ونرجع نتناقش فيه هذا الملف الهام قرار تقرار تقرار أعلى يتكلم موسيقى تساعد المترجم للقناة 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 الملف الأهم هو منتخبنا الأولمبي عمل أداء جيد أمام غانا ولا كان فيه في الإمكان أكثر مما كان أو أفضل مما كان أنا شايف أن المباراة كانت روح أكتر منها قطرة شوية في الملعب كابتن شوية غريب درم برب الناس كتير المدرب يفهمها جازف في الشروط التاني بالزاد كان بلعب بتلاتة أربعة تلاتة كان فاتح الجناحين طرفين دايما كانوا طيرين في نص الملعب كان باعتمد طبعا على قوة أكرم توفيق في نص الملعب طبعا غير الجبهة النارية اللي كانت أحمد فتوح وكان قدامه رمضان صفحي لا أحمد فتوح يا كابتن باك شمال باك شمال عصري ماشي معاك في كل طرق اللعب لعب مهاري طبعا لا لعب مهاري يا كابتن بيعرف يروح واحد على واحد يقدر بيتحرك كويس جدا ندور كورة بياخد مكان صح حتى بيطلع الأوفر بتاعه مزبوط باك شمال فإحنا محتاجينه فترة جانية منتخب مصر الأول بشكل كبير ولكن لما كان يتواجد في نادي زمالك الفترة الماضية كان لسه بيستهد كان لسه صغير طبعا لسه ما اكتسبش خبرات كبيرة دلوقتي أحمد فتوح نادق جدا وأنا شايفه إن شاء الله يكون ليه دور كبير في منتخب مصر الأول واحتمال كبير يعود في نهاية هذا الموسم وعارته كابتن حد آخر الموسم مع نادي زمالك هو إضافة كبيرة لو عاد نادي زمالك طبعا على حسب القائمة طبعا تكون عندك شافي وعندك عبدالله جمع عبدالله جمع هو برضو فتوح يبقى ليه دور إن شاء الله في نادي زمالك طبعا المنتخب اللي هم بيقدم كرة بالذات في آخر ربع ساعة لعبة رجالة جدا عرفوا يقتنصوا الفوز من منتخب عنيد منتخب بيلعب على السرعات بيلعب كرة العرضية كبتن بسرعة قوية جدا بيجي من تحت لعب غير متوقع مش راسل حربة أصلا بيحبتوا الكرة ببطن رجل جون الإطراف عندهم بتفتح بسرعة جدا بيرتدوا في الدفاع بسرعة غريبة جدا لقاب طاعتهم عالية بيتحركوا صح جدا في الملعب لكن المنتخب بمصر قدر بيروح طبعا وبخبرة رمضان صبحي مع أحمد فتوح في الجبهة اليوصر طبعا والنحية التانية طبعا الباك اللي مين كان عاملين شغل كويس جدا وقالف ملوك منتخب مصر طبعا احنا يدي دقتين بالكتير لجمهور وانا متأسف جدا عشان وقت الحلقة معنا مصطفى اتفاضل يا مصطفى ازاك يا كابتر عامل ايه؟ الحمد لله أخبارك الحمد لله والله مصطفى انت زمالكاوي اه طبعا انا عارف واكيد من خلال طبعا البرنامج اكيد عندك رسالة عايز تأديها او تقولها قبل اي شيء في السياق اكيد الروح الرياضية مصطفى اكيد طبعا اتفاضل يا مصطفى عامل انا بنحب في الاول نعزي كابتن علاء علي ونعزي اهله جمهور نادي الزمالك وجمهور مصر كله بعد كده نحب نتكلم على المنتخب الولمبي المنتخب الولمبي فعلا شرف مصر وشرف اسمه مصر بعد النكسة اللي حصلت بالنسبة للمنتخب الاول هنجل قول الحضار في المستوى بلاش لفظ نكسة هبوط في المستوى بس يا مصطفى اه هم يمكن هبوط في المستوى هتكلم في الجزء الفني نفسي اشوف صراحة جمل اكتر من كابتن شاوي غريب بحس ان فيه زي فيه فقر فني المنتخب كله بيعتمد على العرضيات بس لازم نشوف المارشات الجاية او المارشات الجاية هيكون ضد الكاميرون وبعد كده مارش نصف النهائي عايتين نشوف جمل اكتر ولازم فيه لعبة كثير لازم مستوى يتطور زي صلاح محسن واتمنى الصراحة نشوف عبد الرحمن مجدي ونشوف احمد يافر رعيان المارشات الجاية عندك كم سنة مصطفى اه 16 سنة اصغر محلل في مصر ده زمال كواه مصطفى اه زمال كواه اه طبعا كنت ما شاء الله عليك يا مصطفى وكلامك اكيد وصل وما شاء الله عليك واضح ان انت يعني فاهم كرة بس لسه عنده خبرات بقى في موضوع المصطلحات اه ولسه شوية اه هو بتكلم في حت المنتخب باعتمال عرضيات اكتر هو المصطفى الحقيقة منتخب مص بلعب كرة الحديثة دلوقتي اللي هو الاطراب بتحرر تبتتكلم على الولمبي المنتخب الولمبي اه اه هو منتخب الولمبي لعب لا هو م عنده ش فاقرة فنية ولا حاجة هو بيلعب مباراة ضد منتخب قوي منتخب غانا طبعا المنتخب ده هنشوفه السنة جاية والسن داوت بتاع منتخب غانا كلهم بر كلهم بر اه السنة جاية او بالكتير قوي هلعبوا كلهم اغلبهم هلعب في المنتخب الول وفي المنتخب الأول لا منتخب كوي جدا لا مفيش فاقرة فنية ولا حاجة منتخب الولمبي انا متوقع انها Regardless لسه مساء إن شاء الله تابعوا هذا اللقاء وعن زيني دعم برضو كابتن منتخبنا الأول رغم أن فيه فعلا يعني بعض الهبوط في المستوى الفني لمنتخب الوطن أعزي أقول لحضراتكم أن كابتن محمد صلاح للأسف لن يلعب هذا اللقاء وسيغيب للإصابة ما فيش أي أسباب أخرى عشان في ناس تجي تقول زعلان في هذه الأمور كلها يعني محاولة إصاب الاستياط في الماء العكر فكابتن معنا جزر القمر وتوجو كينيا ومصر وعلى فكرة كابتن محمد صلاح ما زال متواجد في معسكر منتخب نقل الوطن طبعا كنا شوفنا محمد صلاح طبعا الصور موجود مع المنتخب حات رجل فكبيرة وقاعد بيتابع التدريب محمد صلاح طبعا رجل بيحب بلده ووطني جدا وتحت أمر متخب مصر في أي وقت أما بالنسبة متخب مصر الأول هو ده وارد يا كابتن أنت لوقتي جاي من طريقة لعب دفاعية بحتة كبر جيت بعدها الأجيري اللي هو بلعب كرة هجومية بحتة مختلفة تماما وعنده مفاتيح مش جاهزة أن يؤدي الطريقة اللي هو بلعب بيها دي انت إسه خارج مفروض بتخرج اللعيبة يا كابتن بالتدريج من الأسلوب اللي كانوا بلعب بي ومش نفس اللعيبة يا كابتن أبتدأ أضيف لعيبة بتزودني هجوميا لعيب أعمل عنصر الكوة والسن الشباب غياب صفح عامر ومضام برده طبعا ما لعبش نفس الأسخاص اللي كانوا بلعبوا مع كوبر لا مختلفين يعني استبعات غزال طبعا كابتن حسين بدري استعمل الفريق أنا موجة نظري ما يلحقش كابتن حسين بدري يقدر أن هو يبلم ستوى مع المنتخب دلوقتي نحاول كنا ندعم من منتخب مصر عشان يقدر أن هو يعدي التصفيات يعني محتاج للدعم الدعم بس الدعم من منتخب مصر الأداء جاي جاي ده لا محالة كابتن حسين بدري شخصية كواية جدا دايما كورته هجومية وبيأمن وبيلعب السهل ممتنع دايما بيلعب بالتحركات من غير كورة وكورة حليسة تقول لك لسه فنيين يا كابتن المنتخب الأولين لا أنا مش بكلم على المدير الفني الكبير كابتن حسين بدري هنكلم على كورة المنتخب الأول ما هي الكورة دي إيه اللي نقص في المنتخب أنا فاهم ولكن هل إحنا عندنا قصور مثلا في مركز معينة في الكورة المصرية العكس الدم جمس بس فيه وشوش أو أوجه بعينها بعينها هي اللي موجودة الوقت المنتخب مصر إحنا عايزين أن إحنا نغير نطور شوية بحق قط الهجومي وبعد كده إن شاء الله نحاول ندور على الأداء تمام على طبعا سيرة المنتخبنا الوطني واللعابين اللي نضموا ورحلوا كابتن علي غزال جيمكن كان فيه كلام كثير جدا حوالين الصورة اللي انتشرت مع كابتن أو الأستاذ أحمد مرتضى منصور في أحد المطاعم وكانوا بقولوا أنه كان فيه وكيله أيضا متواجد مع أستاذ أحمد مرتضى ومع علي غزال تعقبك هل لو فيه فعلا هذا الكلام صحيح تعقبك حول هذه الصفقة وأنا أتوقع من وجهة نظر أن الموضوع يعني يكونوا مجرد نقاش يعني ما توقعش أن الزمالك حاطت غزال كخيار أول ما لاحترام لي يعني فانيا ولكن خط الدفاع وأيضا وسط المدافع بخير في نادي الزمالك أكيد طعم بخير ما أنت رسا مش عارف مين عايز يمشي ومين جايله أعروض رسا مش عارف محدش فاهم إدارة الكرفة الزمالك بفكر إزاي؟ أكيد طبعا صالح جمهون نادي الزمالك أكيد بشكل كبير بس أنا شايف نعلي غزال طبعا هو العيب كبير ممكن يكون إضافة كبيرة لنادي الزمالك لو نادي الزمالك فكر جيبه الصورة مش مقياس يعني مش شرط يكون خلاص ده تعاقد راسي لا هو مش مقياس طبعا الصورة في أحد المطاعم طبعا ممكن يكون صديق سيد أحمد مرتضى سيد أمير علاقاتهم قوية جدا بجميع العابي بمصر عمتني هذا ممكن تكون صورة طبيعية ممكن تكون صورة طبيعية يعني أؤكد أيضا أو أؤيد هذا الكلام اللاعب النادي الأهلي جونيور أجايب ينتظم في تدريبات النادي بعد عودته من ناجيريا والانتهاء من تجديد جواد صفره ويعني وفقا لتصرحات كابتن سيد عبد الحفيز أن اللاعب خلاص متواجد في مصر في أخبار بتقول أن كابتن محمود فتحالة مدافع الفريق السابي هتوجه للاتحاد الأفريقي لقرة القدم لشكوى نادي الزمالك بسبب عدم سداد مستحقاته حتى الآن وبعد مطالبة الكاف لمسؤول الزمالك بحل الأزمة سابقا تعقيبك كابتن أنا كنت سامع أن المشكلة في طريق الحل كابتن محمود فتحالة لعب محترم جدا ويزمالكاوي متوقعش أنه ممكن يكون الخبر أنا مش أخد الخبر ده أنه هو صحيح بصراحة وأنا أؤكد برضو أن كابتن محمود فتحالة زمالكاوي جدا وتمنى أتمنى فعلا أن الخبر ما يكونش صحيح متشو بيقرر إقامة مباراة ودية بين الزمالك والأميرية غداً الخميس على ملعب أبورجيلا بالنادي استعداناً لمباراة مبيوم 25-11 هل شايف يا كابتن برضو حتى مع يعني منتخبنا الوطني والاختلاف ما بين الأندية والمنتخبات المنتخبات والأنديية أنا بتلعب مع فرقة صغيرة هل يقدر يطبق جمل فينا ستجي تقول لكم ما بلعبش ليه مع فرقة إيلة لا لا عايز أخد تعقليبك حول هذه المواجهات أنت بتستفيد منها ليه ما هو أنت مش هتنفذ مع الفرقة القوية كابتن أنت لما بتلعب فرقة مع احترام طبعاً لجمال فرقة أقل منك في المستوى حتى أقل بكتير يعني أنت بتستفيد أنك أنت بتوصل لعبة جملة معينة عايز تعملها في مباراة القوية أو مطل مهمة هتوصل لهم زي لو أنت بتاع بفرقة بتاعبك زون دي فانس وقفل أنت هتنفذ لها إزاي فرقة قوية هتلعبك ند بالند طبعاً طبعاً استفيد كتير طبعاً برديات وجات فوقتها فعلاً بصراحة الناس يمكن خفت شوية بعد خسارة ندي أزا مالك أمام ودي دجلة بهدفين مقابل هدف واحد وقالت يعني مؤشر يخوف شوية على كورة متشو ولكن عايز أقول في هذا اللقاء يا كابتن كان فيه تغييرات وروتيشن غريب في التشكيل يعني كان بلعب إسلام جابر بك شمال وكان بلعب عن طرباك يمين وكان حط أوباما بامبو ارتكاز فكان فيه يعني حاجات غريبة بتحصل في التشكيل أقول لك يا كابتن هو عايز فيه لعب ممكن يكون محتاج إن هو بقاله فترة طوالما ملعبش محتاج إن هو ينزل يدوس الملعب زي ما يقوله كده فمسلاً حط عنطر اللي هو أصلاً سريع بيحطه نحية اليمين أو نحية الشمال مش بيقربه هو عايزه 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 يجري الطاقة اللي بقى تطلع وهو أصلاً ما بلعبش كتير يا كابتن هو بيتمرر يعني محطم على الخط بلو ميجرم اللي هو فيه مدرب يا كابتن عايز يعمل يعمل اللعبة بتاعته حتة الروتشا النفسي هو بيحاول يغار المركز عشان يشوف اللعب ده مش هو هيلعبه هنا فعلاً لأ هو بيحاول اللعب يتخرج تقاطبه بس عايز أقول لحضراتكم إن فيه أخبار بتقول إن كابتن مصطفى محمد نادي الزمالك بيقرر تعديل عقده وأيضاً بصدد إبلاغه بإن أي عروض أي عروض هتيجي مرفوضة لا ده مسم الله ما شاء الله عليه مصطفى محمد لعب مش عايز أقول عمر زكي التاني طبعاً نروحه لعب روح لعب فني عالي قوي جهود 18 تيك أوف بتاعه عالي جداً بيعرف يطلع يلعب بالماء كويس بيستلم تحت ضغط كويس قوة بالدنيه ما شاء الله عليه هداف من عمر الندر إحنا بقنا سنين ما شفناش متعب وعمر زكي تاني ابتلان حسها شوية في مصطفى محمد بس عايز أقولك برضو اللي ظهر مصطفى محمد بالشكل دوت هي أوفرات فتوح فتوح وجابية رمضان صبح وجابية رمضان صبح بيسند عليه كتير على خالج التمنتاشر ومصطفى محمد بيفتح لعب على الأطراف وبيدخل جواس صندوق على طول مع الهجم عندي ثلاث أسئلة عشان وقت الحلقة عايز إجابات سريعة شايف مين اللعب المؤثر في منتخب القليل بالبقتي أهم لعب مصطفى محمد شايف الزمالك محتاج مين في المركات والشتوي رأس حربة صوبر رأس حربة صوبر كلمة أخيرة لجمهور نادي الزمالك جمهور الزمالك أعظم جمهور في الدنيا أوفى جمهور في الدنيا جمهور الزمالك دايما بيقف وراء أبنائه وأنا شايف أن جمهور الزمالك استحق الفرحة وإن شاء الله نفرح أوراك بإذن الله بإذن الله فيك حاجة عايز تضفها لنادي الزمالك أنا أعزدي في حاجة بس الوسيطة جمهورة الزمالك واسق في رئيس النادي جمهورة الزمالك واسق مين هو المستهر المتدى منصور كل جمهورة الزمالك وراه في ظهر عشان هو رمز نادي الزمالك هو الغاير نادي الزمالك في آخر 20 سنة لو تبر حتى لما كان موجود نائب رئيس أو في مجلس الإدارة هو تحارف في 2005 عشان كان عارفين الزمالك كان يروه في حتة تانية بس ان شاء الله بيحاول يلحق دلوقتي ان شاء الله وطبعا وصلت لبطرات يعني وإحنا في ظهر كل ما هو شريف وفي ظهر كل ما هو صحيح يعني الصح لأنه يختلف عليه اتنين يا كابتن أحمد فإحنا في ظهر أي شيء هنشوفه أنه هو سليم وأي محاولة لتعكير صف الرياضة المصرية دائما هنوقف لها صد وحائط صد قوي جدا أتمنى أتمنى الهدوء يعود للشرع الرياضي المصري وأتمنى كل التوفيق لكل الأندية المصرية زمالك أهل إسماعيلي كل الأندية كل الدعم لهم ولكن دون المساس برموز الأندية جميعا كل الدعم المصرية المرتضى منصور في محاولة التشويه السيئة جدا والتفهة يعني نقول الفشلة بكل تأكيد وكل الدعم لكل ما هو مصري ووطني يحب طراب هذا الوطن أعزائي المشاهدين كالعادة الحلقة جريت ومرت سريعا جدا مع وعد ان شاء الله بأن احنا هنلتقي ان شاء الله قريبا في حلقة جديدة من برنامجكم ساعة رياضة بإذن الله وتحياتي إسلام علوي وتحياتي أحمد إبراهيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر